انه هذا الموضوع ما لقي ما للرد ليش؟ لأن الحشد اعلن جهاراً مهاراً مراراً والتكراراً هذا الموضوع وقال انا اتعامل بالصفة الرسمية وعندي الوية رسمية بالحشد الشعبي اما فصال المؤامة موجودة على الارض كتاب حزب الله النجاباء العصائب ممسول عليهم لا مصطفى ولا غير المصطفى متى ما افرزت العشائر دوائش من العشائر نستطيع ان نفرز ما تبقى الحديث المغيبين القوى السياسية الموجودة الممثلة عن القوى السنية تقول ما موجودة هذه الاعداد ولا موجودة هذا المزدين ما نقدر الميز ما بين من ذهب مع داعش وقاتل في سوريا او غيرها ومن بقية اذا انت ايدت وجهة نظر الشيخ مصطفى عفوا سيد عباس سيد عباس نقطة صغيرة من السنة ومن العشائر نعم نقطة صغيرة نقطة صغيرة انت هنا ميز قلت نارك حشد وهناك فصائل مقاومة اكو اكو حشد واكو فصائل الحشد وتابع لمن ومن هم الحشد مؤسسة رسمية عندها قرار وعندها قانون وموجودة ضمن المؤسسات الامنية وماذا عن فصائل المقاومة ماذا عن فصائل المقاومة تتبع لمن فصائل المقاومة اخي موجودة فصائل المقاومة موجودة ومتعددة ما حد ناكره هذا وعدها مشروحة وعدها رؤيتها عدها رؤيتها اتجاه الاحتلال الامريكي عدها رؤيتها اتجاه الكيان الصيون